الان تعال نشوف مع بعض نستخدم بيانات قائمة الدخل لنعمل بعض تشارتس باستخدام معادلات اكسل طبعا التشارتس هابي لو اخدتوا بالكم بتفيدنا تعطينا ملخصة البيانات بصورة يمكن قرائتها بصورة سهلة تعال نشوف كيف ممكن نعمل ادراج لشكل بيان طبعا نيجي هنا والحاجة باحدد البيانات اللي عايز ادخلها عندي وبروح على ادراج في ادراج بقول له بدي اعمدة ودبالك وروح على عمود وفي اعمدة باختار اعمدة بعطيني الشكل اللي انتوا شايفينه هان باجي بنزل تحت في المكان المخصص اله وبعد ما اجيبه للمكان المخصص اله بحاول اعبيره المكان طبعه لو اخدتوا بالكم البيانات صارت مصبوطة تحت هنا ضل علينا ايش نسوي بس ضل علينا نحط اللجن تبعها كويس فنيجي نعمل كده في النص ماوس يمين تحديد بيانات تحديد بيانات نيجي من يقول له هنا سلسلة واحد تحرير بنا نحلل سلسلة واحد اللي هو عبارة عن الكوارتر الاول ونعمل اوكي وبعدين هنا تحرير مرة تانية الكوارتر التاني ونقول له اوكي تحرير هنا مرة تالتة والكوارتر التالت ونقول له اوكي واخيرا السلسلة الاخيرة اللي هي الكوارتر الرابع ونقول له اوكي طبعا لو اعطونا موافقون هنلاحظ انه الان صار عندي هاي الكوارتر اللي هو اللون هذا الازرك والاحمر او التوتي اللي هو الكوارتر التاني وهاكذا طبعا في عنا هنا المبالغ لو اخدتوا بالكم المبالغ عندي كبيرة هنا مياه الالاق ممكن اختصرها شوية وبالتالي اجي هنا انا اقول له بدي موس يمين واقول له هنا تنسيق مرة ثانية هنا تنسيق المحور في المحور في عندي هنا وحدات العرض ابدى اقول له اعطيني اياهم بالالاف ثم انا قلت له موافق الاحظ الان اختصر الالف وازهر بي كلمة الاف فهيك صار عندي الشكل كتير كويس الان لو اخدتوا بالكو يبقى لما بتطلع على المفتاح تبعها الموجود هنا او اللجند الموجودها طبعا ممكن اوضيف معلومات اضافية اخرى زي ايش ممكن ايجي هنا ونقول له اعطيني اضافة تسمية بيانات بيعطيني القيم نفسها هنا وممكن اقول له اعطيني تسمية للبيانات هنا ممكن تسمية للبيانات هنا طبعا بفيدي كتير مرات اسهل في عملية الكراءة بدلا ما نقعد نحدد قديش القيمة بالنسبة للمحور الصادق وطبعا هايك بيكون انا خلصت معاكو كيف نرسم منحنيات باستخدام بيانات قائمة الدخل طبعا هاده بورجينا كيف تتغير هاده البنوط حسب الكوارتر اللي احنا بنشتغل عليه الان تعال نشوف كيف ده نعمل كومباراتيب تشارت بس المرة هاده الكومباراتيب هيكون او كومباراتيب مش هتكون بين الكوارتر زي ما توي شوفنا في قائمة الدخل اللي فاتت لما عملنا تشارت يقارن فيها الاربع اربع تعت السنة لكن الان مقارنة ما بين عام الفين وعشرة وما بين عام الفين واحدة عشر طبعا نشوف كيف نعمل تشارت هذا اللي ببيننا المقارنة بين السنتين لقائمة الدخل التقديرية والفعليا طبعا نختار زي ما تعلمنا توي احنا بنحدد كده البيانات اللي بدن ندخلها في القياس وبعدين بنروح ادراج في ادراج بقوله عمود وبدي العمود اللي انتو عارفينه وباجي من هان باختار وبنزده في المكان المخصص للشغل تبعنا وباجي بعمل كده وباختار كده هادي طبعا وبعطينا بعد كده امكانية لانه احنا نسحب زيه طبعا ضل عنا حاجة تانية اش نسوي انه بنجي ماوس يمين كده وبنعمل كده تحديد بيانات في تحديد بيانات باخد السلسلة الاولى بقوله تحرير في تحرير بقوله انا عايز عام طبعا 2011 وبعدين في السلسلة التانية بقوله انا عايز تحرير عايز عام 2010 وبعمل كده موافق وهيك تقريبا صار عندي total 2011 وتوتل 2010 طبعا امبين من خلال بيانات تاعتنا انه احنا يعني صارت البيانات جازة بيعطينا كل جزئية يعني مثلا بالنسبة للسيلز ريبنيوم بيان جديش كانت بالنسبة لعام 2011 طبعا وهادي بالنسبة لعام 2010 طبعا ممكن نقوله ضفلنا القيم سح تظهر القيم هنا طبعا ممكن نقوله زي ما تعلمنا جابل هيك اقوله بدي اعمل تنسيق للمحور وبالتالي اقوله وحدة العرض انا عايز بالالاف وبالتالي بيظهر عندي بالالاف يعني هاد الارقام بتصغر بصير بالالاف طبعا نفس الكلام هان بقوله ضيف للتسمية فهذا بيعطيني اقارن بينهم سواء المنحنة او على الارقام وبهيك بنكون خلقنا كيف ممكن نعمل الاني والكمبراتف اتشارد